ما يجري في بلدة عرسال المتروكة خارج الدولة اليوم ليس بجديد إلا أنه بدأ يتفاقم ليخرج إلى العلان بصورة أوضح بعدما قرر تنظيم داعش لجوء إلى الاستهداف المعلن لخصومه في معركة الهيمنة على البلدة وتصفية الحسابات كذلك فإن معركة الجيش لبناني مع هذه التنظيمات كانت وما زالت معركة مفتوحة فبعد التفجيرين الأخيرين الذين وقعوا في عرسال بنفس الأسلوب وتحديدا الأول الذي استهدف هيئة علماء القلمون ظهرت فرضيات عدة بخصوص سبب الاغتيال ترجح أبرزها أن السبب صراع بين داعش والنصر على موارد التمويل لذا فإن داعش الذي بات أقلية في البلدة وجرودها يحاول اليوم استعادة سيطرته على البلدة من خلال زرع الخوف في نفوس خصومه اللي صلت الضوء على عرسال من جديد أنه صار فيه تفجيرين بيومين متتاليين تفجير الأول استهدف هيئة علماء قيل أنه لها دور بوساطة لإطلاق صراح العسكريين المخطوفين وباليوم التالي بالطريقة نفسها يعني عبر تفخيخ دراجة نارية استهدف الدورية للجيس فمن هنا أصابع الاتهام التي وجهت لأنه الفاعل واحد والذي يرجح أنه من تنظيم الدول الإسلامية الذي ينصط بين عرسال وجرودها تنظيم الدولي يحاول أن يفرض أمر واقع على البلدة ويحاول أن يمسك بزمام المبادرة أو يكون له الإمرة على كل ما يجري في عرسال علما أنه هذا التنظيم له استجال حافل مع بلدة أرسال وهي تركة وحيدة أو أبعادة عن لبنان وهي أرسال بعيدة عن لبنان وتشير مصادر مطلعة إلى أن وجود المسلحين في البلدة لا يقتصر على مخيمات اللاجئين السوريين وحسب والتي أفوق عددها العشرين بل تعد ذلك إلى استخدام شقق استأجروها في مفاصل ومداخل البلدة الرئيسة وجعلوا منها نقاط مراقبة عبر تثبيت الكاميرات فيها فضلا عن استخدامهم سيارات ذات زجاج داكن مهمتها تتبع كل شخص يدخل عرسال لمعرفة هويته إضافة إلى المشافي الميدانية التي يديرونها في البلدة وهي أربعة مشفى أبو طاقية وهو عبارة عن قاعة تحت الأرض يقع في المبنى نفسه الذي يعيش فيه الشيخ مصطفى الحجيري ويضم أيضا مسجدا في الطبقة الأرضية حولها إلى مشفى ميداني مستشفى الرحمة وهو مستشفى ميداني ضخم وحديث من حيث تجهيزات الطبية ويقع في وادي ميرة مستشفى المعيسرة فريقه الطبي هو نفسه فريق القلمون والمستشفى الوطني في القصير ويستخدمه المسلحون وأسرهم وأخيرا مستشفى الدكتور أحمد عبدالغني الحجيري المعروف بأحمد كرتون وهو مركز طبي صغير يتألف من خمس غرف بعض أهالي عرسال لا ينفي حال الرعب التي يعيشها الناس في البلدة من شراء سيطرة المسلحين ويؤكدون أنهم مجبرون على تقبل الوضع خوفا على حياتهم المهددة في ظل غياب الجيش والقوى الأمنية عن البلدة في إشارة إلى أن عرسال محاطة بالجيش الذي يسير بين الحين والآخر دوريات في البلدة ليعود ويخرج منها وتؤكد مصادر أن عددا كبيرا من الأسر العرسالية نزحت من البلدة هربا من النصرة وداعش والتنظيمات الأخرى حتى أصبح عدد اللاجئين السوريين والمسلحين يفوق عدد سكان البلدة الأصليين حليمة طبيعة قناة الجديد